وإن شاء الله نحن نربطي بقى البرونيز المميزة جداً أحلى وصف البرونيز أحبها أنا عندي وصفات كتير بس دي ما شاء الله من أكتر البرونيز اللي طعمها حلو وأسهلهم ومكوناتها كلها موجودة ما فيهاش أي تعقيد لا نوع كاكاو مختلف ولا نوع مش عارفة سهلة جداً إن شاء الله تعجبكوا وإنتوا عارفينها أني عملتها بكده بس على شكل بيتزا براوني طيب نقول المقادير معانا 200 جرام زبدة سيلة يعني كوباية 200 جرام سكر يعني كوباية 200 جرام دقيق يعني كوباية ونص 200 جرام كاكاو اللي هو المحلة اللي بيتباع في السوق في نوع كاكاو حلو بيتباع في السوق محلة خلاص و3 بيضات وفانيليا ورشة ملح يبا إحنا معانا كل حاجة هنا 200 جرام الزبدة السيلة 200 جرام السكر 200 جرام الدقيق 200 جرام الكاكاو 200 جرام معانا بس البيض والتلاتة خلاص عشان اللي حطينا بيضة أقل هتبع مزيتها تمام ورشة ملح وفانيليا واللي بيبقى حلو قوي 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 بس مش الأطفال بقى لو حطينا معلقة صغيرة من القهوة اللي سريعة الزوابين طيب هنعمل إيه بقى؟ أول حاجة أنا بحطها هو أنا قبل كده كنت عاملها بالبيض يتضرب مع السكر بس لأ يعني بلايش نعملها كده نعملها أحسن الزبدة الأول نضربها مع السكر ليه أنا هو عادي ممكن نعملها بس أنا خايفة تضربه البيض زيادة أنا مش عايزة فيها هوا منعا بس لأن البرونيز مش المفوض يخشي لها هوا ولا بيتحط لها باكينج فاودر دي مهمة جدا بحط الزبدة السيلة عليها السكر ونزل البيض في المرحلة دي البيض في المرحلة دي بتربط معي الزيود فبتخليها مش نزيتها فيما بعد نحطتها في أي مرحلة تانية ما بتبقاش بتبقى مزيتها البرونيز رشة الملح من ننسيهاش أهيه مهمة جدا وفانيليا أو زي ما قلت القهوة سريعة الزوبان ينفع تضحط وحنحط الكاكاو بقى اللي هو المحلة مش الخام لازم كاكاو محلة عشان من غيرش في طعم الوصفة الكاكاو المحلة مش الخام خلاص اللي هو بيبقى فيه منه مش عارفة لا هو مش مش شرط يبقى بالبيتامينات يعني هو اللي بتعمل منه مشروب للأطفال وآخر حاجة بحطه عليه الدقيق بعمل إيه بقى بجاهز تانية فيها يئمة دهنها يئمة بحطة فيها ورقة زبدة عشان سهل علي جدا إن أنا أطلح فحوريكم الطريقة برضو عشان نبقى شايفين زود بس كامل دقيق الوصفة اللي هو ماشيين بالضبط بالضبط تتزبط معاكم جدا أنا الحاجة الوحيدة بس مش عارفها بالكوباية الكاكاو بصراحة نسيت الكاكاو المحلة قد إيه بالكوباية بس أعتقد يعمل لا مش عارف الميتين جرام مش عارف يعمله قديهاته أحسن البواكي ومكتوب الوزن عليها عشان بس ما لغبطش الوصفة مش فكرة بصراحة لكن الباقي كله إيه بالكوباية حواريكم بس بسرعة بنعمل إيه بجيب أهو القالب حط ورقة الزبدة ازاي مش لازم بس بتسهل بحط ورقة الزبدة كده في بيحطوا بالطول والعرض أنا أعطوا بس بالطول تكفي يعني مش لازم بالطول والعرض بعد ما بقلب كله كويس خلاص ببتدي بقى أنزلها مهمة بقى جدا المعلومة دي خلاص على درجة حرارة 200 على درجة حرارة 200 بتخش المدة 20 دقيقة قطرنا عن العشرين دقيقة دخلنا في 25 تتحول معنا الكيكة إحنا مش عايزين كده البرونيز أهم حاجة فيها إنها تكون من جوه فج تكون من جوه طرية لو نشفت معنا تتحول على طول كيكة إحنا مش عايزين قوام كيكة إحنا عايزين قوام براونيز لا فيها بيكينج باودر ولا بيكينج سودا ولا بنضرب البيض قوي عشان هي لازم قوامها يبقى كده تبقى مظبوطة وحلوة جدا جدا لو بس تبعنا الحاجات البسيطة دي على درجة 200 في الفرن لمدة 20 دقيقة بتعمله إيه برضو عشان برضو كل واحد ممكن يعمل قالب بصمك مختلف هنعمل إيه هنجرب بخلة أسنان في النص لقينا طالع معي لأ سيل سيلة لأ لسه نسيبها كم دقيقة كم دقيقة بس ونشوف تاني لقينا طالع حتة فتفيت لازقة على خلة أسنان مظبوطة حلوة طلحة مش لازم تطلع لخلة نظيفة خالص لو طلعت نظيفة معي بمعنى تحولت لكيكة خلاص كده خلاص اهو وبدخلها الفرن نظبط كده على 200 20 دقيقة طيب الشكل بعمل ازاي معانا انا عامل اتنين عشان ناخد راحتنا في التزيين شكله عامل كده انا بس هفكه من الطرف علشان ايه افك من الناحية اللي انا محطتش فيها ورقة الزبنة وبعد كده هنقطعه معانا نهد هلو ايوه ايوه سيالي عامل ايه الحمد لله انت عامل ايه الحمد لله اخبارك ايه الحمد لله تمام الحمد لله ربنا يخليكي انت عامل ايه مش كويسة الحمد لله انا عملت الرجيم زي ما قلتلك ايوه وخصيت اثنين كيلو ما شاء الله خصيت ايه اربعين لا اثنين كيلو اثنين كيلو اثنين كيلو عندي بش الحرق طيبا ضعيف اه انت عملت لوه التلات ايام صح اه نظام التلات ايام النظام التلات ايام ده ينفع جدا انت خصي بس اثنين كيلو عادي مش كيلو عادي مش كيلو عادي طب قوليلي ايه عندك ايسرين انا عملتو بردو ليه اسبوعين كده ورجعت عملتو تاني بدا في النهاردة تاني ده يعني حيخلينا خصي تاني ولا يأثر بردو اه بس انت تقصودي رجيم التلات ايام اه رجيم التلات ايام اكيد تقصودي ده ايه لان انا لسه يدوبك معرفون الناس من اسبوع واحد اه ما هو من اسبوع ومن حيات ما قلتلك الكعكو وكلنا الكعكو وكده اه مش من اسبوعين ده اللي اصدو اه اسبوعين طيب قوليلي عندك اي سؤال لا والله بس انا بس بحبة يعني اقولك يعني لو انا عملتو تاني هاي خليه ما حرق ولا امشى على ده العصر نصالي اه طبعا لا ايه كل اسبوع خدي عملي عشان انت بحتاج اسماك اصلا عشان تحرق كويس و لازد عملي كشفة على الغد عندك عشان تتأكدي ان فعلا الحرق عندك كويس مهم جدا شكرا على المكالمة بصوا بقى هنبتدي نقطعوه بالشكل ده وهوريكو شكله من جوه عامل ازاي طبعا ممكن نعمله مقاسات صغيارة ومقاسات كبيرة بس عايز اواريكو هو من جوه عاملز زي ده اللي يهمني بس عايز اواريكو هي من جوه عامل جديده اذي أهمني لو بتقطع صغير بتقدر تزينه كل واحدة بقى بشكل مختلف وكبير برضو يعني بس لما هي بصغير فتبقى لازيزة بصراحة ومعنا زينا يا زينة هو ده اللي أصده إنها تبقى من جوه كده شايفين تبقى إيه يعني فج كده تبقى فيها طراوة ما يبقش كيكة خالص وفيها زيك إنها يعني ما فيهاش هو ما ينفعش ما فيها هو هو ده البرونيز الصح